عقد مجلس النواب جلسته برئاسة معالي سيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب حيث تمت الموافقة على الأسس والمبادئ والدباجة بشأن تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء وإعادته إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة في استعراض للردود الحكومية حول ما يتعلق بأسماء المشاريع التي تم اعتمادها في الموازنة العامة للدولة للسنتين المالياتين 2015 و2016 وإنشاء مصنع لتدوير النفايات أكد السادة النواب ضرورة تنفيذ هذه المشاريع بما يتناسب مع الموازنة المعتمدة لهذه السنوات المشاريع التي لم يتم إنجازها ما أعطونا هناك سبب مقنع ولا يمكن رد سؤالة الوزير بالنسبة للسؤال في هذا الموضوع أعطونا عدد المشاريع التي تم إنجازها في 2015 و2016 مع الأسف الشديد 70% من المشاريع التي تم العمل فيها وإنجازها من قبل الحكومة لم تكن معتمدة في مزانات 2015 و2016 وكذا هناك ما يقارب 30% أو 25% من المشاريع التي تم قرارها وزارة الأشغال المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الحكومية خاصة أن هناك بعض المشاريع التي هي ضمن اختصاص أصيل إلى الوزارة والتي هي مشاريع الطرق ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع شؤون البلديات وأيضا الزراعة والتروة البحرية قامت الوزارة بإعداد استراتيجية لإدارة هذه النفايات أهمها أن تجزئة أو فصل هذه النفايات وفيما يتعلق برد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول العدد الإجمالي للموظفين الأجانب العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية أشار السادة النواب إلى ضرورة تشجيع الكوادر الوطنية ودعم إمكانياتها تطرقت إلى برنامج الحكومة في تمكين هي أيضا مهمتها أن تدريب الكوادر الوطنية وأحلالها في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص اليوم لازم تتخذ إجراءات في جميع الجهات الحكومية وعمل لجنة مشتركة لتحقيق تطلعات المواطنين والاستثمار في الأنصى الوطن وفي بند المراسيم بقوانين وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن شركات الخلايا المحمية والعهد وتمت إحالتهما إلى مجلس الشورى هم طبعا مراسيم بقوانين صرت من جلالة الملك وهم في الأصل دعم للقطاع الاقتصادي وتنظيم أعمال قائمة وتحفيز أيضا للمؤسسات المالية من أجل الأخذ بمستجدات في الحق الاقتصادي والمال العالمي وفيما يتعلق بتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الكهرباء والماء ارتأى السادة النواب الموافقة على إعادة المشروع إلى اللجنة لمدة أسبوع لمزيد من الدراسة هذا الموضوع أعيد للجنة لمدة خمس فترات تقريبا للغاط الحاصل كونه يحتوي على مواد فيها من حساسية قد تذهب المخالف إلى السجن وهذه كان عند بعض السادة من النواب تحفظ نحن كلجنة 28 اجتماع تقريبا مع الجهة ثلاثة العلاقة ومع النواب ووصلنا إلى خلاصة نعتقد أنها ستكون شافية وكافية ورح تحل الإشكال بحيث أن المخالف يردع وفي بند ما يستجد من أعمال تم إحالة ثلاثة اقتراحات برغبة بصفة مستعجلة إلى الحكومة حول زيادة الاعتمادات في الموازنة العامة للدولة والتي تخصص لدعم وتطوير القوة البشرية بوزارة الداخلية والآخر بشأن قيام الحكومة بحملة توعوية مكثفة وعاجلة تكفل تسجيل جميع المواطنين والمقيمين البالغين ضمن نظام الحكومة الإلكترونية والأخير بشأن قبول جميع موليد شهر ديسمبر 2011 للعام الدراسي القادم سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين